عمران خان تخلع من رئاسة وزراء باكستان عن طريق البرلمان الباكستاني يعني مش بثورة ولا بانكلاب طيب ليه بقى عاملين عازة وشغالين لطم وصراخ في الضحى وده واضح جدا من خلال الاعلام القطري ومرتزقة قطر على السوشال ميديا جالي سؤال بيقول انت ليه بتقول ان قطر مرعوبة وإيه دليلك على رعب القطري بسبب سقوط عمران خان وتولي شهباز شريف بالزد وإيه علاقة ده كله بالسعودية وسؤال تاني بيقول انت ليه مش بتقول الحقيقة الكاملة المفروض انك تقول ان باكستاني توجهت لإيران وتركيا لان السعودية توجهت للهند وأهملت باكستان أسئلة جميلة بس إيجابتها سهلة جدا تعالوا مع بعض ناقش الموضوع بالدليل وكل بساطة ونعرف ايه هي علاقة قطر وعمران خان وإيه علاقة ده بالسعودية تحديدا وإزاي السعودية مراحتش للهند وأهملت باكستان زي ما فيه ناس بتقول وكل ده بشيء من التأمل والتحليل السلام عليكم الدور الوظيف التأموري اللي بتلعبه قطر في المنطقة العربية بيعتمد على عدة أدوات منها الإعلام والمرتزقة بالإضافة لأدوات إقليمية طبعا وعلشان ينجح نظام الحمدين في دور القذر والمعروف ضد السعودية تحديدا الدور اللي كلنا فهمناه وتأكدنا منه من خلال تسريبات الحمدين مع القذافي علشان ينجح الدور ده فلازم يكون فيه تخادم مدعم من دول تانية وطبعا إيران وتركيا على رأس قيمة الدول دي وكلنا شفنا التماشي والانبطاح والخضوع والخنوع القطري مع تركيا وإيران ضد العرب وخصوصا ضد السعودية ومصر والإمارات فاكرين لما عمران خاني تولى رئيسة الوزراء في باكستان سنة 2018 وأظهر بشيء من الوضوح جنوحه عن الخط الباكستاني المعتاد تجاه السعودية الخط اللي المفروض فيه أن السعودية هي الحليف الأول لباكستان فلما راح عمران خان وترامى في أحضان أردوران وفي أحضان ملالي طهران وناكافة في السعودية الارتماء ده اللي فصروا البعض بأنه نوع من الابتزاز الباكستاني للسعودية علشان السعودية تفتح حلفية غز وعمران خان يغرف من غير حساب ولكن السعودية كانت بتتكلم في استطمارات ومشاريع مشتركة يجب دراستها ودراست جدوها أولا في الوقت اللي عمران خان كان عايز دفع قوية للاقتصاد الباكستاني علشان يبان قدام شعبه أنه باعث النهضة الباكستانية من جديد فلما تفاجئ بأن السعودية مش هتفتح الحلفية من غير حساب راح يلاعب السعودية بتركيا وإيران والتحول ده طبعا أسعد النظام الوظيفي القطري جدا وده أنا بيّنته في الحلقة دي قبل خمس شهور تقريبا من دلوقتي ووضحت أن الأعلام القطري والإخواني المدعوم من قطر شغالين تمجيد في عمران خان لأنه ماشي في خط معادات السعودية وبقى عمران خان من خلال الإعلام القطري عنده قدسية تقترب من قدسية أردوران لدرجة أنه في الفترة الأخيرة كانوا بيلمعوا بزيادة تحسبا لسقوط أردوران في أي لحظة فيكون هو الزعيم والملهم البديل وكل ده لمجرد أن عمران خان بياخد باكستان بعيدا عن حليفتها الأساسية والتقليدية اللي هي السعودية وبيوح بيها نحية تركيا وإيران اللي بيعاد السعودية طبعا ده أسعد النظام الوظيفي القطري جدا وطبعا مش نسيين قمة ماليزيا الشعوبية اللي رأيتها قطر القمة لقطر قررت عمران خان بحضرها للتحالف رسميا مع تركيا وإيران ضد السعودية ولكنه قرر الانسحاب في آخر لحظة للحفاظ على شعرة معاوية مع السعودية السعودية اللي كانت لسه موقع مع باكستان اتفاقيات بـ 20 مليار دولار وحبر الاتفاقيات دي لسه ما كانش نشف يعني كانت ممكن تتلغي في أي لحظة عادي جدا وعلشان نقدم دليل بسيط على سعادة قطر بعمران خان ونهجه وتحالفه مع إيران تحديدا ضد السعودية تعالوا نشوف لسان حال النظام القطر ورس حربته الإعلامية قناة الجزيرة قالت إيه لما عمران خان ترامى في حضن إيران التأغير ده عملته الجزيرة القطرية لما زر عمران خان إيران وعنوان التأغير بيت بتنية القطرية تجاه السعودية العنوان هو عمران خان في طهران رسائل باكستانية لمن يهمه الأمر أكيد أنتوا أخذتوا بالكم من جملة لمن يهمه الأمر اللي المقصود بيها طبعا للسعودية وتعالوا ناخد مقتطفات من التأغير علشان نتبت لكم مدى سعادة قطر بتقارب خان مع إيران وانتبهوا على الطرف الثالث يا سادة وهو عدم السماح لأي طرف ثالث بالتدخل في العلاقات بين البلدين من هو الطرف الثالث هذا ما قيل تلميحا يصح ذكره تصريحا كنتيجة بالنظر إلى المقدمات فالطرف الثالث المقصود قد يكون السعودية إسلام أباد قررت إذن على ما يبدو إمساك العصى من الوسط بين طهران والرياض في عودة إلى موقعها البالغ الحساسية والتعقيد أعتقد أن ده مش تأغير إخباري بقدر ما هو تعبير عن سعادة غامرة ومع ذلك التأغير القطري راح أبعد من كده واتهم السعودية بهجوم زهدان في إيران ومع التلميح بشكل واضح أن الهجوم حصل بعد زيارة ولي العهد السعودي الباكستاني اسمعوا كده وركزوا من فضلكم يؤكد ذلك أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني ليست إلا إجابة متأخرة على سؤال إيراني وجه لإسلام أباد إلى أين تتجهون توقيت السؤال كان بعيد الهجوم الذي استهدف جنودا إيرانيين في زهدان في فبراير العام الجاري وجاهة السؤال تمثلت في أن الهجوم أعقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباكستان كان الرجل سخيا إذ أبرم عقودا بنحو 20 مليار دولار الزيارة بدت تجسيدا لاستراتيجية سعودية معلنة رسمها ولي عهدها وهو العمل لكي تكون المعركة في إيران للسعودية طيب هو في وضوح أكتر من كده يا سادة وفوق كل ده ولأنها الجزيرة القطرية لم يخل التقرير من الإهانة وبث بعض الأكاديب ما دفع جنرالا إيرانيا إبان التوتر الإيراني الباكستاني إلى القول مطمئنا إن السعودية تبني نفوذها الإقليمي بالمال فقط وهو نفوذ مزيف وفاشل وبرهان ذلك في ملفات عدة من باكستان إلى سوريا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال ضمن ما قال إن بلاده هدف رئيسي للنظام الإيراني والمرء لا يلدغ من جحر مرتين لكن ماذا اللدغ ألف مرة ومرة؟ وأعتقد كده نقدر نقول خلاصة الكلام يا سادة يا كرام وهو إننا أثبتنا ومن خلال تأغير قناة الجزيرة القطرية اللي اكتفينا به كنموذج أثبتنا مدى مصلحة النظام القطر الوظيفي في بقاء عمران خان في باكستان لأنه بيتماهى وبيتخادم مع ألد أعداء السعودية وهي إيران وده ما عبر عنه التأغير ده وغيره من التأغير وما ظنش إنه محتاج أفكركم بسياسة النظام القطري اللي بيسمي إيران بالدولة الشريفة وبالتالي برحيل مراهق السياسة عمران خان من المشهد الباكستاني بطريقة شعبية مذلة واستلام شهبات شريف الواعي لأهمية التحالف السعودي الباكستاني نقدر بسهولة نفهم أسباب اللطم والعويل اللي مصدره الدوحة الدوحة اللي خسرت كارته عمران خان المتخادم مع طهران وده تم الترجمته على إيد الضباب الإلكتروني الممول من قطر على السوشيال ميديا اللي أوهمه سوزج العرب بأن عمران خان عدو للإمبريالية والسهلونية والجاجعية والمهلبية وإن الأمريكان عملوا على انقلابه وخلعوا من رئاسة الوزراء في باكستان بينما الحقيقة إنه سقط بشكل ديمقراطي وبتصويت نواب الشعب الباكستاني المنتخبين أما بالنسبة لقصة إنه عمران خان بعد عن السعودية لإنها بعدت عنه ورحت لعدوه اللي ديوض الهند فخد الخبر ده بس كفاية عليك السعودية في 2019 عملت اتفائيات مع باكستان بعشرين مليار دولار تفتكر إيران وتركيا مجتمعين عملوا اتفائيات مع باكستان بكام؟ شغل مخك وحاول قبل ما تكرر معلومة مغلوطة زي البربران إنك تتأكد منها ومن صحتها كلمة أخيرة أحب أقولها لإمتى يا عرب هتفضلوا سزج ويتم اقتياتكم زي القطيع؟ يا ريت ترجعوا لتاريخ عمران خان وحتعرفوا ساعتها إنه طول عمر صايع وبتاع نسوان ولكن لما إعلام قطر سوره لكم على إنه بطل وبتاع ربنا أنتوا صدقتوا يا أمة ضحقت من جهليها القطط مش الأمم وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته